طيب يقول كيف أتعامل مع جفاء القرابة أولا فعلا هذا أحيانا من الأسئلة المقلقة لأن الإنسان يعني قرابته هم سنده وهم عضده وهم عصبته فإذا جاءه الجفاء من القرابة يبحث له عن أسباب ويبدأ باتهام نفسه يعني الإنسان يقول لعلي أنا قصارت لعلي أنا قلت كلمة ما كانت جيدة في موضع معين يرجع إلى نفسه بالاتهام وكذلك ربما هو قصر في التواصل ربما قصر في الصلة فلما تبحث عن هذه الجوانب تلقى نفسك أنك ما قصرت لا في الصلة ولا في التواصل ولا في الهدية ولا في الإحسان ولا في الكلمة وأنك لم تقول كلمة لم تحسب لها أحيانا لأنه الإنسان يمزح في مجلس يعني هذا يعني يضحك الناس على قريبه مثال هذا سمين هذا ما يقدر يتحرك هذا إذا كان يمشي ما تعرفه لا رايح ولا جاي مثل هذا المزح لا يقبله كل الناس هذا المزح لا يقبله كل الناس ما يقبله فلان قد لا يقبله الثاني وما تقبله هاته لا تقبله تلك فبالتالي الإنسان من ذكائه من الذكاء الاجتماعي وهو كذلك كيف أكون ذكيا اجتماعيا إذن من الذكاء أن تعرف مع من تمزح وتعرف مع من تقول هذه الكلمة ليست كل الناس صدوره مسيعة مثل ما يقوله يعني ليس كل الناس يتقبل إن وجدت أنك لم تخطئ لم تقصر لا في الصلة والتواصل فأقول لك أكثر من الدعاء لهم وصلهم وانقطعوك لأنك مسؤول عن طريقك عن جهتك إن أنت وصلت المسافة بينكم بثنين متر أنت امشي المتر الأول إن وصلوا بالمتر الثاني فقد وصلتم إلى بعض إن قصروا فعلى الأقل تبقى المسافة متر ولا تبقى المسافة اثنين متر ثالثا معذرة إلى ربكم حتى تقدم على الله يوم القيامة ويا رب أنا قدمت الذي علي أنا وصلتهم أنا أحسنت إليهم أنا أهديتهم فاذهب إلى الله عز وجل بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من البدعة سليم من الغلي والحسد أنا لو أقول لك جيب كيس إسمنت وحطه على ظهرك طول اليوم شوف كيف ثقيل بل لا تطيقه أصلا الحق والحسد والضغاء أكبر من كيس الإسمنت هذا أكبر أكبر يعني لما تحملها في رأسك وتصبح يعني كثيرة يعني تشغل حيزا كبيرا من ذهنك ومن تفكيرك فستضطرب كثيرا في حياتك خفف عن نفسك أكياس الإسمنت ولا تحمل في قلبك غلا ولا حسدا وقد رأى الأصمعي رجلا في البادية تجاوز التسعين فسأله الأصمعي وجد هذا الرجل في التسعين وما شاء الله في قوة في جسده وفيها يعني ما شاء الله قوة في بدنه فسأله عن سر هذا فقال تركنا الحسد فبقي الجسد فاصل ثم نعود بإذن الله اشتركوا في القناة